يَا مُوسَى ضَلَمُوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهلين كان حديثنا في حلقة ماضية حول الجانب العلمي عند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فقد ورد في الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال ورب الكعبة يحلف الإمام يقسم ورب البيت ثلاث مرات يبدو لأهمية حديثه حتى الناس يعرفون مكانة الإمام الإمام يقول لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما إني أعلم منهما لأخبقتهما إني أعلم منهما ولأنبئهما بما ليس في أيديهما لأن موسى والخضر أعطي علم ما كان سابقا ولم يعطي علم ما كائن إلى يوم القيامة هذا علمهم موجود عندنا ليش؟ هنا نريد أن نبين نكتة صغيرة أنه عند الأنبياء علم يمكن عندهم حرف واحد من الإسم الأعظم اللي متكون من ثلاث وسبعين حرفا بينما عند الإمام عندهم اثنين وسبعين حرف اللي وزير سليمان آصف ابن برخية اللي جاء بعرشي بالقيس بأقل من طرفة عين كان عنده واحد من ثلاث وسبعين بينما الإمام عنده ثنين وسبعين من ثلاث وسبعين والواحد الثلاث وسبعين هو أن الله اختص به من مختصات الله تعالى وهذا يدل على مكانتهم العلمية وسوف نشير في الأحاديث القادمة حول هذه المكانة وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطي علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فورثناه من رسول الله وراثة اللي كان عند النبي هو عندنا يعني أيها الناس أن تنظروا إلينا بنفس النظرة الذي كنتم تنظرون إلى رسول الله هذا مهم جدا يريد أن يبين لأنهم عدل القرآن والنبي قال وهذا الذكر حتى ذكرته مصادر المسلمين منها صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله إني تاركون فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي شوف يعني جعل العترة شنو عدل القرآن وهذا مهم جدا حتى نعرف مكانتهم العلمي لا تذهب إلى غيرهم يريد يبين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يريد أن يبين الإمام هنا هذا الجانب لذلك تشوف الإمام ماذا يقول في حديثه كذلك حتى النبي صلى الله عليه وآله حصر علمه في علي وآله علي لم يقول أحد من المسلمين أنا مدينة العلمي وفلان بابها لا أبدا قال وعلي بابها يعني حصر العلم يعني علم الرسول عند علي فقط وآله علي لا تروح إلى غيرهم ما عندهم علم يعني النبي جعل هذا العلم في علي وسوف نشيل إلى ذلك حتى يعني باعتراف الصحابة كلهم يقولون بمكانة علي حتى معاوية اللي كانت له مواقف ها والمعارك التي كانت تشهد في ذلك كان لما وصل إلى معاوية نعي علي قال معاوية لقد مات العلم والفقه وحتى عائشة قالت علي أعلمكم بالسن علي أعلمكم بالسن علي أقضاكم علي وقال رجل آخر لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن كل الصحابة يشيرون إلى أعلمية علي وإلى مكانة علي وإلى قداسة علي وإلى عظمة علي هذا المكان وكذلك ورد في الحديث قال موسى بن جعفر حتى أبين لك الجانب العلمي عند الإمام لأبره النصراني كيف علمك بكتابك يقول قال أنا عالم به وبتأويله قال فابتدأ موسى يعني موسى بن جعفر يقرأ الإنجيل إذا أنت تعرف أنت عالم وتعرف التفسير والتأويل فالإمام قرأ الإنجيل فقال أبره والمسيح لقد كان يقرأها هكذا قال المسيح كان يقرأها بهذه الطريقة وما قرأ هكذا إلا المسيح وأنت يا موسى يعني أنت قرأت بما قرأه بما قرأه المسيح وأنا كنت أطلبه منذ خمسين سنة أبحث من يقرأ كعيسى فعندها فأسلم على يديه هو ومن معه شوف حتى تبين مكان الإمام سلام الله عليه يقول فاليوم أبيلك الجانب العلمي الآخر شوف تواضع الإمام يقول دخل موسى بن جعفر بعض قرأ الشام متنكرا حتى كأنما كان مطلوبا لذلك تشوف أئمة أهل بيت مشردين مطاردين ما منا إلا مقتول أو مسموم يقول دخل الشام متنكرا حتى ما يعرف أحد هاربا فوقع في غار في مكان غار وفيه راهب راهب يعظوا في كل سنة يوما واحدا كل سنة يعظ يوما واحدا فلما راهب راهب شاف هذا واحد غريب متنكير دخل منه هيبة يعني أخذته الهيبة فقال يا هذا أنت غريب قال نعم قال منا أو علينا معنا لو علينا قال لست منكم قال لست منكم قال أنت من الأمة المرحومة قال نعم قال أفمن علمائهم أنت أم من جهالهم أنت أيها الرجل من علمائها أم من جهالها فقال الإمام أنظر إلى كلمة الإمام الذهبية هذه يجب أن تسجل بماء من الذهب وكل كلمات الإمام كلمات ذهبية فقال له الإمام لست من جهالهم ما قال أنا من علمائهم بل قال لست من جهالهم يدل على تواضع الإمام ونحن نقرأنا كتابين وصار عالم نحرير يفهم الدنيا ويصادر الآخرين هو صار أعقل الناس وأعلم الناس وأفهم الناس ليش شوف أنت تعلم الخلق هذا الإمام الذي عنده العلم لدني علم الإله علم محمد وآله محمد اللهم صلي على محمد وآله محمد وإنت قاري لك كتابين أصبحت علامة وأصبحت كل شيء وهذه مصادرة الآخرين ليس صحيحا وأنقلك حديث شوف هاي الحديث التي تعطينا التربية الروحية التربية الأخلاقية التربية في الأدب كيف يكون الإنسان طريقته في الكلام هذا مهم لذلك قال سئل النبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله من أعلم الناس شنو قال النبي قال أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه قال ومن أعقل الناس قال من جمع عقول الناس إلى عقلها أريد أن أقول أنه نحن بأمس الحاجة إلى أن نأخذ هذا العلم نأخذ العلم من الناس من الآخرين لكن لا تنسى قبل أن تأخذ العلم من الناس ليكون لك المصدر الأول للعلم من رسول الله ومن أهل البيت من القرآن الكريم من نهج البلاغة من الصحيفة السجادية من أحاديث أهل بيت النبي في الكافي والبحار ووسائل الشيعة ومن لا يحضره الفقيه والتهديب وبقية الكتب الأخلاقية كتب الحديث نحن بأمس الحاجة إلى هذه الأحاديث النورانية حتى هذه الأحاديث هي التي تنور طريقنا نحن بحاجة إلى علوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام لذلك كذلك الإمام يقول فقال كيف طوبة أصلها في دار عيسى يسأل واحد يعني من الأحبار يعني يسألون بعض الأسئلة الإمام يعني يشوفون الإمام هل يتمكن أن يجيب على هذه الأسئلة أم لا يعرف إذا أجاب الإمام فيعرفون هو أهلا لذلك قال ثم قال فقال كيف طوبة أصلها في دار عيسى وعندكم في دار محمد وأخصانها في كل دار يسأل الإمام شنو يقول قال الشمس قد وصل ضوءها إلى كل مكان وكل موضع وهي في السماء السماء كيف تعطي هذه الشمس تشرق الشمس هذه الشمس تصل إلى كل البيوت وهكذا نور النبي صلى الله عليه وآله لمن كانت له يعني كل بيت له صلة بالنبي وأهل بيته له حصة من هذه النورانية وقال ثم سأل قال مفاتيح الجنة من ذهب يسأل الإمام أم من فضة يريد يختبر الإمام قال عليه السلام الجنة قال مفتاح الجنة قال مفتاح الجنة لسان العبد لا إله إلا الله هذا مفتاح يعني عندما تقول لا إله إلا الله أنت عندك مفتاح الجنة بيديك مفتاح الجنة لا إله إلا الله واذكر الله ذكرا كثيرا قال صدقت وأسلم على يديه ومن كان معه وكذلك ينقل عن أحمد بن حنبل مع انحرافه عن أهل البيت لكنه تشوف يروي عن الإمام موسى بن جعفر إلى النبي يعني هذا السند يروي عن موسى بن جعفر عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله هذا يسمو السلسلة السلسلة الذهبية إنه كيف الإمام يريد أن يبين إنه الناس بحاجة إلينا حتى له عدو بالفعل الإمام كان يقوم بعمل المدارات حتى مع أعدائهم من أجل جذبهم وكسبهم وهدايتهم وهذا سلوكنا وأسلوبنا معه حتى أعداء أهل البيت من أجل جذبهم بالتي هي أحسن لذلك ورد في الحديث حديث قدسي يا محمد داري خلقه وحتى ورد في الحديث المداري إذا مات المداري مات شهيدا يا محمد عليك بمدارات الناس الناس يعيشون في جهل في عصبية في طي اليوم اليوم أنت ترى بأم عينيك كل قتل كل خطف جهل تحت هذه الطلق اللي ما ترحم لذلك نحن بأمس الحاجة أن نعود ثانية إلى هذه المدرسة يعني لا يمكن تحقيق السلام والأبدا إلا بالرجوع إلى أهل بيت النبي عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام هذا الجانب العلمي ونحن أخذنا شيئا يسيرا أما الجانب العبادي الجانب العبادي مهم في الإسلام نحن نعيش أزمة عبادية أزمة في العبادة يعني لأن العبادة هي التي تصنع الإنسان تصنع عندك تزرع الإنسانية والأخلاق والأدب لأنه هو كنز هو الإنسان يحصل على هذا الكنز الكبير وهي العبادة التعبد إلى الله كيف نحن يعني ما هو الطليق وما هو الأسلوب اللي نزرع العبادة في يعني أن نشوق الآخرين إلى عبادة الله لكن أريد أن أقول شيء مهم لي نحن لا ندعو إلى عبادة الحركات الجسدية ركوع و سجود و قنوت لا هذا إنما نقصد من العبادة الحقيقية هو عبادة الروح يعني يعني كما يقولون إذا أريدت أن تصلي أن يكون عندك حضور قلب مو فقط جسد الجسد ضروري الجسد هي آلة آلة للعبادة بالحركات لكن من التي تعطي قوة هو الروح نحن كيف نحصل على جوهرية العبادة كيف تكون عابدا ناسكا متعبدا طول الصلي على طول تأتي بالفرائض بالنوافل بالعبادة كما أهل البيت أنت تلاحظ سيرة الأئمة و منهم الإمام موسى بن جعفر كيف كان الإمام تشوف دائما في عبادته ركوع و سجود و دعاء زين شنو هذا وبكاء هذا البكاء حتى تخضل لحيته خوفا من الله شوقا إلى الله هذه العبادة نحن بأمس الحاجة إلينا ليش العبادة تزرع الإنسان تزرع عندك التقوى الوراء الآدمية تزرع الآدمية عندك يكون الإنسان بمعنى الكلمة تزرع عندك الحنان والرقة والتقرب إلى الله والتوجه إلى أئمة أهل البيت وسوف نشير حول الجانب العبادي الذي كان يمارسه الإمام موسى بن جعفر في حياته حتى في السجون حول السجن إلى مسجد إلى محل العبادة حوله كيف كان الإمام يغتنم هذه الفرصة سوف نشير إلى ذلك وذلك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا موسى ظلم اسم من قتلوا اسم من قتلوا يا موسى ظلم اسم من قتلوا اسم من قتلوا أنت قضيت شهيدا عندي ادياري بعيدا عندي ادياري بعيدا اسم من قتلوا